اشتركوا في القناة هل في علاقة بين الجيوب الأنفية والأسنان؟ فإذا إن شاء الله ستؤال أنها تبتدي بيه مع الدكتورة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في علاقة ووثيقة بين الجيوب الأنفية والأسنان خصوصا العلوية إن الجيوب الأنفية مكانها فوق الجدور بتاعت الأسنان في المكان ده غير طبعا الموجودين هنا غير الموجودين هنا هما اليوم توزيع كده في الجمجمة أوقات كتير قوي بيبقى المسافة بين الجدر بتاع الدرس والجيوب الأنفية بتبقى قريبة جدا وساعات بتبقى الجدر بتاع الدرس داخل جوه الجيب الأنفي عشان كده بيستحب يعني لما بنيجي نخلع أو نشتغل في حاجة في الدروس العلوية نحن نعمل أشعة نشوف كمية العظم اللي بينها وبين الجيب الأنفي خصويا لو أخلع علشان نشوف كمية العظم أحفز عليها ما بعملش حاجة اسمها أوروانترالفستولا اللي هي الفتحة اللي بين الأنفي وبين الفم الجدر اللي طالما هو داخل في الجيب الأنفي ممكن لما أخلعوا أعمل فتحة بين المكانين فدايما بعمل أشعة وأطمن على كمية العظم زي ما قلنا وفيه كمبريكيشن لبعض الحالات الخلع العين يقولك أنا فيه دم بيجي من منخيري ومنقمتي وفيه هوا بيجي من الجرح ده بيبقى خلاص حصلت الفتحة هي لها علاج جراحي وليها كذا طريقة جراحية بتتقفل بس يعني مش مستحب أن احنا نحط العين في الرزق دي يعني نقصد يعني مريض الجيب الأنفيه أساساً بيقى متعذب الله يكون في أموره يعني ديه في الأساس العادي في خلع الأسنان هو بيحس ولا أضحيك على شغلك بقى لما بتشتغل الأشعة عشان تلقى لا مش موضوع يحس هو ما فيش إحساس طبعاً احنا كونه بيجي ولا بعد الخلع ولا بالحلق بس مضاعفات ساعة تحصل لو كمية العظم قليلة اللي بين الجبل الأنفيه الجدل لكن دي حاجة بتبقاش هيك بتراعيها بقى في الخلع مثلا براعيها في الخلع إن أنا مثلا ما مشي فورس جمدة أو قوة جمدة وانا بخلع أو مزق الدرس فتح المسافة لو العظم قليل يعني باخد بالي مثلا بقسم الدرس أجزاء وطلعوا حتة حتة برق يعني فيه طريقة كده من عندنا احنا بنحافظ عليه لكي ماشي أي علاقة بالواجع أنت بس كلام حضرتك في حالة إنه لو لا أدم ما يتحضر اللي كنا بنتكلم عليها أو بتتقفل يعني حتى لو حصلت لقدر الله ليها علاج جراحي وبنقفلها إن شاء الله بعد الخلع لو حصلت طبعاً المريض الجيب الأنفي فيه برضو من الملحوظات اللي عندنا إنه هو ساعت يعني يجيله دور برد جامي دورك الدروسي كلها وجعاني خصوصاً لفوق بيبقى الضغط لأن الجيب الأنفي لما بيلتهب أو بيحصل فيه أي مشكلة الهواء اللي المفهود موجود فيه عشان يخفف وزن الجمجمة بيتملي مية اللي هي الإفرازات اللي بقى اللي بدينا فزي بتضغط على الأعصاب بتاعت الدروس لو كانت قريبة وفي كتير قوي مرضى جيب الأنفية بيجوا اشتكوا من سنانهم وتبقى سنانهم سليمة بيبقى المشكلة كلها يعني حتى احنا بنعمل أشعاعات طبعاً ومنقول لهم لا ده جيب أنفية وعليجها هتلاقي الألم والضغط اللي على الأعصاب بتاعت السنان الأشعالية البانوراما دي دكتورة بتوضيح بانوراما تي صور تانية مختلفة بنعملها بتورينا علاقتة جيب الأنفي بالجدور بتاعت السنان لو مثلاً عنده جايلي عنده ألم والألم غير مبرر فأول سؤال بنسألوله انت عندك جيب أنفية انت جالك دور برد شديد الفترة اللي فات فابنبقى عارفين ان ده ممكن يكون هو اللي عامل الألم اللي هو احنا ده فيه مرة عيانة جات قالتلي أنا وانا ماشية رجلي بحس ان الدرس ده بحس بان هو بيخبط في حاجة من كتر ما هو جيب الأنفي مليام مية وهي ماشية بتخبط فهو بيعمل زي عامل تقلس شديد لا بصراحة ربنا يعافيهم والفترة دي بتاعت التراب ربنا معاهم ان شاء الله طب حقيقة دكتورة ممكن نتنقل بقى الناس ثانية الناس اللي بتاخد مواد مخدرة حقيقة بتتعاملي معاهم ازاي بتعرفيهم ازاي اقدر اعرف المضمن ازاي من سنانه هو الإدمان مرض زي اي مرض ده بالنسبة للتعامل معي هو مريض زي اي مريض ربنا يعافي الجميع وربنا يا رب يحمي ولادنا كلهم بس هو مريض زي اي مريض بس فيه شوية بريكوشنز او احتياطات انا بعملها معاه وعلى حسب نوع الإدمان كمان لان فيه إدمان حاجات مختلفة مثلا الكحليات الكحليات بتاهم تأكل في طبقة المينة بتاعت السنة علشان هي حمضية والكحول بياهم تأكل وخصوص منطقة معينة عند السيربايكا المارجن اللي هي بين الليسة وبين السنة اللي هي الحتة اللي بين الليسة وبين السنة تلاقيها فيها شروط كده ده بالذب بتبقى تحت تحت اوفور مثلا اللي بياخده حاجات شديدة زي الكوكايين والهيروين والحاجات بتتستخدم عن طريق الانف هي ببوز الجيب الانفية ببوز الدرس لدرجة من الساعات بيجينا عيان عنده فتحة في سقف الحلب من كتر المواد المخدرة اغلبها بتبقى بازو كونستريكتور او قابضة او الاوعية الدموية فالاوعية الدموية بتاعت اي انسجة في الدنيا لما بتوصلهاش دم فترة بيموت اي حاجة ما بصلهاش الدم بالفترة بتنموت فتبدأ تتاكل وتتعفن والعفونة دي تاكل التام تاكل في العضن وتوصل لدرجة نساء في الحلق بتاعهم بيبقى في فتحة يعني بس الاسنين ولا الليسة لا ليها مضاعفات شديدة المواد المخدرة ليها مضاعفات التدخين مفسو اللي هو الناس بتعتبر مثلا الهاشة او الحشيش ده يعني ده حاجة بسيطة ومش مؤذية اساسا التدخين لوحدة السخونية المستمرة اللي على الليسة بتاعت السنة والانسجة الطريقة بتاعت السنة بتموتها حتى تلاقي الليسة بتاعته مغمقة سودة وتلاقيها ملتهبة على طول وتورمة يقولك دي على طول بتنزل دم لان انا على طب مجري دورة دموية في المكان مش عاملها في درجة الحرارة الطبيعية بتاعتي ده حتى بالنسبة للمدخنين ده الأثر على الليسة الواحد وغير الأثر على السنين السخونية المستمرة سبحان الله ربنا عامل السنين محطوطة في درجة حرارة معينة درجة حرارة الجسم فأنت لا تعاملها ساعة قوي ولا تعاملها سخن قوي يعني الناس بتقرقش تلج دي مثلا انت برضو تأذي السنة لان انت معرضها لدرجة حرارة ملخفضة قوي مش المفروض ان هي تبقى فيها الناس اللي عطول عاملة سخنية بالتدخين او بالهاش او بالسجاير عمتا يقولك ده السجاير هتعمل ايه في سناني لا السخنية المستمرة دي بتأذي العصب بتاع السنة بتأذي الليسة بتنسي الغشاء المخاطر المبطن للفم الشكل بقى الفم بس تتعامل ما طبعا زي اي مريض عشان فيه ناس يعني بتتلافى التعامل معاهم وتقولك لا ده هيعمل لي مشكلة ده هو واحد مريض وبيكافح جسمه بيكافح ان هو بيطرد خصوانا هما بيقولنا بعد ما يخشوا مستشفية على الفكرة هو طول ما هو في دوامة الانمان دي هما بيعتنش بش حياتين بسنانه يعني اغلب الوقت لكن بيجينا بعد ما هو بدأ يتعافى وبدأ يخش في مرحلة العلاج انا بعتبره بطل بصراحة يعني لان هو خد قرار غيره ما خدش القرار ده وعنده قوة لازم نساعده لازم نعمله يعني بميورد الله وان هو بني قدم العكس هو في حرب بقى جسمه بيحارب حاجة مؤذية وبيحاول يطلحها طبعا دي المناعة بتقل لان انا عندي واحد يعني يكفي الضمار اللي هو بيحاول يتخلص منه فالمناعة بتاعته بالقل اي حاجة بتقلل المناعة بتاعت الاخشية المخاطية بتاعت الفم واللسا فبتعمل التهابات مستمرة وتكرحات في اللسا تاني حاجة زي ما قلت لك التأكل بتاع الاسنان بتاعهم بيعرضهم لان بيبقوا عشرينات وبخلعين سنانهم او كلهم كسارة وسودة وخصوصا من الحت اللي فوق اللي هي بقولك عليها اللي هي بين اقدر عارف المضمن من كده يا دكتورة شكل الاسنان احنا بنعرفهم انا بعرفهم او ما كش يعني حتى لو ما هياش قالي انا جاي تبع حاجة او انا يعني وكتير او ام يوضع الكورسي قولك انا عايز بس بينجل زيادة انا بس بوصيك او 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 ده خوف اقدر عبهم اللي بخليمي هترفوا انهم عشان ده حديك هتعرفي هتعرفي عشان اللي بقى عرفهم انا بعرفهم السنانهم بتبقى شكلها ايه متاكلة فيه تآكل عند حتة معينة خصوصا اللي هي بين الكراون بتاع السنة التاج بتاع السنة واللسا عند الحتة المنطقة اللي بينها وبين اللسا التآكل اللي يفضل يأكل السنة لا متاكلة متاكلة بني وعملة فجوات وتبدأ السنة تكسر يعني السنة هقفك انت عمالي تكليه 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 لوقت ما تبقى زي قشرة البيضة بتلاقيهم سنانهم وهما صغيري في السن جدا سنانهم اغلبها سودة قوي ومكسرة كتير جدا بيبقوا خلعين ومركبين تركبات فيه شوية حاجات كده احنا طبعا مرحلة فتحة سقف الحلق اللي بيقولها لحضراتك دي ساعات كتير او بتبقى من الحاجات الشديدة الحاجات التالتة ان هما علشان فيه ناس بقى تانية اللي بتاخد حقن والمخدرات عن طريق الحقن طبعا بيستعملوا سرنجات ملوثة مش كل الوقت يعني هو اولا مش بركز فهو مش عارف يحفظ على نفسه يعني مش بيقولك لا اديني سرنجة يعني لا هما سبحان الله يعني بيبقوا في موال تاني فالحاجات دي بتجيب لهم امراض تانية ايه فانا برضو بتعامل معايا انا لازم اعمل واعرف انهم ممكن يبقى معارض انه عنده ايدز ممكن معارض انه عنده التهاب كابدي معارض لامراض دم تانية كتيرة بيبقى عندهم شوية سيولة ساعات في الدم نتيجة الامراض التانية اللي عندهم يعني مثلا التهاب الكابدي الشديد او الازى بتاع الكابد بتاع الملمنين بيخلي ان المواد بتاعت التجلط بتبقى قليلة فيعني في مجال واسع جدا في التعامل معاهم لازم يعني عندي خبرة ملمة بالكلام ده كل. ملمة وعلشان لا ازي ولا ازي نفسي او تعادي لان مش كل ناس هتقولك انا باخد بالحقن مثلا او ناس هوا ممكن يقولك حتى انا انا مدمن متعافي لك مش هيقولك هو كان بياخد ايه. وانت مش عايزة برضو تفتحي معاه يعني حاجة ومش عايز تكلم فيها. صحيح ممكن يكون مش عايزة. يا بتسألي اسألة مباشرة. لو معرفتش تاخذي منها اجابات انت بتعمليله كشف الاول او بتعرفي مثلا هو لو جايلك عن طريق مصحة او حاجة بتعرفي منهم الهيستري بتاعه. وهم المفروض ملزمين يعني ما هونا يقولولنا الهيستري قبل ما هو يجيبهولك بحيث ان انت تعملي بس البريكوشنز اللي تحميه وتحميه. اه وتعمل العين. اه. تمام. بص يا دكتور احنا جلنا اسئلة عالصفحة لحضرتك مخصوص. بس انا عايزة سريعا كده اتكلم عن الطبيض. بعد كده هتخلت الاسئلة وهتكلم عن رقحة الفم ان شاء الله. ان شاء الله نلحق بإذن الله. ان شاء الله. نتكلم كده عن الطبيض. هو الطبيض فعلا بيأثر على نينة? لا كان في الاول. يعني هو طبعا كل حاجة بتتطور علميا وبيعملوا كل حاجة حديثة لها اثار جانبية يبتدوا يتلفوا. يعني في الاول فعلا كانت مواد المبيضة بتأثر اطابة المينة. وكان حتى التنظيف بتاع الاسنان بحاجات يدوية وبالمكنة اللي بتبرد السنان دي كانوا بيشيلوا طبقة الخارجية اللي عليها السبغة. دلوقتي بقاش في الكلام ده بقى فيه الكابترون. هو فيه يعني فيه فرق عصد حيك بين التنظيف والطبيض. اه. التنظيف ده المرحلة الليقول حتى لو حبايد لازم هنضف العين. يعني ما لازم بنظف الاول شيء السبغات على قد مقدر عشان المبيض يديله النتيجة اللي هو عايزها. ايه. احنا ساعات كتير او في التنظيف بعد ما العيني خلص تنظيف يقولك انا انا مكتفي مش عايز اعمل طبيض اللي هو المادة كيموائي. طبعا بقدر رشيل بالكابترون او الاجهزة بتاعتنا بتاعت الحديثة بتاعت التنظيف بقدر رشيل السبغات اغلبها يعني 80% من السبغات بقدر رشيلها. بيتاخد وقت قديم معاك يا دكتورة تقريبا. يعني ليه كم مرر مريض. انا عن نفسي انا بعملها في مرة جلسة واحدة فوقه تحت. على حسب كمية الجير وعلى حسب كمية السبغات. فيه عيان كمان بيتعب. يعني فيه عيان بيتحمل معاكي وفيه ناس عايزة تنجز. وفيه ناس بتقولك لا انا كديني واحدة واحدة. فعلى حسب العيان نفسه قادر معايا بخلصان. يعني اقصى مرتين. علشان ما ضيعش وقته. مش قادر معايا بقسمها له. على حسب هو مقدرته. لان فيه عيانين كمان لعندهم حساسية زي ما بقولك المدخنين. الناس اللي عليها سبق عندها حساسية مس ومش مستحملة شغل كتير. فى انت على حسب بانت بتعملي استاسمنت او يعني اشتير عينة اللي قدامك دا. همتحمل معاكي تعملها له مرة واحدة. ولا علينا جلسة. في مرحلة الثانية اللي هو لأ. لدرجة اللون دي مش عاجزة عيب اعزة يفتح كمان عن كده. تستعمل مادة كيموية. تحط على الأسنان. وسعب تبقى لايت كيورينج. يعني فيه درجة من درجات الضوء بتتسلط عليها. فتفتح درجتين او ثلاثة اكتر بقى من اللي هو عملها بالتنظيم. حسب ما هو عايز لكن زمان كان بتعمل حساسية في طبقة الميناء دلوقتي فيه ناس عشان برضو نبقى صادقين برضو بس اتحط في الكيت نفسها حاجة للناس اللي عندهم حساسية يعني طبقة تحطيها تحمي الميناء فما بقتش فيها الضرر اللي هما الناس كانت متخيلات بتاع زمان يعني كده نعرف ان الطبيب ما بيأثرش على الميناء اه ده فيه حاجة أهم كمان من كده ان فيه ناس بتفتكر انها لما تشير الجير وتعمل التنظيف انها السنة هتتلخلخ يعني فيه ناس عندها الاقتناع الغريب ده ان انا لا ده الجير ده اللي مثبت سنيني يعني لو انا سندها وهطوع مني لو شلتها اقول له لا بالعكس الجير بيأذي اللسة يبعدها عن السنة فالسنة تبدأ تتلخلخ انا لما بشيل الجير ده اللسة بتبقى صحية أكتر تطلع مكانها تحاول تمسك في السنة أكتر من الأول فبالعكس ده ضربات كتير أول من الحركة الموبيلتي بتقف لما بنشيل الجير برضو من الحاجة اللي انا عايزة أقول عليها ان يا جماعة ان احنا مفروض نضف الجير ده يعني من 4-6 شهور عشان فيه ناس بتفتكره اه فيه ناس بتفتكر ان ده مرة في العمر يعني اجي يقول له انت عايز تضضف الجير من عملته قبل كده من عملته قبل كده يعني مش مرة في الحياة اه لا ده احنا مفروض بلان ده حاجة طبيعية ده بقى ايه اكل زي ده الكلسم وكلسم اللي في اللعاب يعمل طبقة صلبة على السنين ما بتتشلش بالفرشة بتشل بالجهاز بتاعي فلازم احنا كل 6 شهور نعمل الفولو اوب ده عشان بحافظ على صحة الاسنان وصحة الليس فدي حاجة مهمة جدا طب نطلع فاصل ونرجع تاني اتفضل حقيق فاصل ونرجع تاني اتفضل حقيق ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مرة تانية ولسه من وران الدكتورة منال عطية استشاري طب وجراحة فم والاسدين والصور اللي فاتت دي كانت صور عادتها صور جميلة الحية انا كل مرة بنوها عنها وبقول ان انا معجبة جدا بوكن الاطفال اللي هي عاملة الحية طب يا دكتورة عايزين دلوقتي بقى نصح حياة عن رائحة الفم الكريهة اه اوكي في ناس كتير بتعاني منها اوقات يعني اوقات يقولك السبب من المعدة واوقات يقولك السبب من الاسنان واول ما يجي الحضر اذاك حاجة بتعرفيه اذا كان من السنان او ولا بتبطري بقى بسلا تخليها من تحليل او حاجة بصي رائحة الفم الكريهة ليه هكذا سبب تمام فاحنا بناخد كل سبب ونشيله يعني بنبدأ ايه حاجة حاجة يعني الاول حاجة ببص في الفم بشوف فيه عنده درس عامل خراج فيه التهاب شديد في الليسة فيه تقرحات في الليسة فيه كل ده يعمل رائحة كريهة تمام درس العقل ساعات كتير جدا وهو بيطلع عشان زي ما قلنا بيتكون جواه كيس الكيس ده بيلتهب فبيعمل التهابات مستمرة في الفم نبدأ نبص على اللوز وعلى الحلق بتاعهم ما لقناش اي حاجة ليه علاقة بالفم بابدأ قوله لأ شوف كلنا عندنا قولون عصبي وماد عصبية مثلا دي من الحاجات الجهاز الهضمي بقى نبدأ ننزل على الجهاز الهضمي لان مثلا اللي عندنا قولون عصبي وماد عصبية بيهضموا الاكل بعد متأخر شوية فبيفضل فترة طويلة فبيقعد متخمر فبيعمل الروائح دي فاحنا بنعمل إكسكلوجين لكل سبب الناس اللي عندها جيوب أنفية ساعة كتير قوي اللي عندها التهاب مزمن في الجيوب الأمفية ساعة ناس كتير قوي بقى عندها هي نفسها شمة ريحة غريبة وعلى طول عندها لان فيه اي مكان فيه صديد او تقيح بيعمل الروائح الكريح فباخد حاجة حاجة وبشوف ايه هي وببدأ اعالج السبب بتاعها يعني كل جزء ليه سبب داخل في الموضوع ده بابدأ اعالجه طيب طيب بس يا دكتورة دلوقتي فيه اسئلة جات لنا على الصفحة يعني فيه عروسة كان بتسأل هي فرحها بعد اسبوع مش صراحة يا متأخرة شوية الحقيقة معندها شوية معندها شوية فهي كانت بتسأل يعني هي ممكن ازاي يتصلح اسنانها بسرعة فيه حاجات يعني منضطر نعملها سريع للعرايس اللي هي المتأخرة انا ممكن في يومين ازبط لها شوية حاجات يعني مثلا فيه عرايس بتبقى محتاج بس تنظيف وطبيض بنضف السنان وبنعملها طبيض بحيث انها في الابتسامة بتاعتها تبقى كويس فيه عرايس بيبقى عندها سنانها معوجة ويعني شكل مش هيبقى حيل وبتقول لي كان مش هفتح بققي يعني انا هتصور وانا قفلة بققي فبعمل لها ممكن اعملها تركيبات يعني ممكن نالحق لان مش هتالحق تامل حتى تقويم تقويم بياخد دكتورة لوحيك حبت عفقبي عليها يعني مثلا دي كان مضايقة بس ان اسنانها فيها التعويجة وفيها كتعاملة كراون مش حلو فعملنا لها حاجة اسمها ايماكس تركيبة ايماكس زبطت الاسنان الامامية دي ممكن تتعمل بسرعة يومين يعني يوم باخد مقاس بقعدين معمل وساعات على الفكرة بضغط على المعمل يعني جيبلي لو انا في وضع زي وضع العروسة ده دي مثلا هوليد سمايل شايفة لونة سنانها حتى ما عملنا الطبيض دي فيه فرق بينها وبين اللي قابلين دي حاجة تانية دي حاجة اسمها هوليد سمايل حتى بعد ما عملنا لها الطبيض سنانها لونها اصفر مش مستجيبة للطبيض فعملنا لها حاجة اسمها هوليد سمايل هوليد سمايل دي عبارة على ايه او الكيلين احنا بنسميها وكي سمايل ايه احنا بناخد مقاس ومديه للمعامل او الشركات المختصة به وبجلن حاجة زي تركيبة بركبها بلبسها على السنان وقلعها حاجة زي الاكسي سير من فوق ومن تحن من فوق ومن تحن ده ممتازة جدا اه بتركب واولا بتدي درجة لون مهما عملنا بالطبيض يعني في ناس يعني زي ما احنا ممتازة في راحة دي برضو هوليد اسمهايل يعني شايفة برضو الدرجة معرفناش نبياضها فعملنا لها هوليد اسمهايل ده تبيض وتقريبا عادلة شكل السنة اه بتاعدل شوية على قد بيقدره ايه اه وبتدي اللون بقى الدرجة للون اللي انت عايزها لان فيه ناس بتبقى عايزة باية سنانها قوي تبقى باية قوي وفيه ناس بتحبها طبيعية بس هي درجة سنان زي البني ادمين يعني احنا فيه بني ادم ابيض فيه بني ادم ابيض ده مش عاوي دي عملنا لها تركيبة الحمد لله دي عشان بقى التعويجة الشديدة اللي في السنان والناب طالع اه بدأنا نحضر السنان دي بحيس ان احنا نحاول نزبطها لها على قد ما تقدر علشان يعني ده في وقت قليل جدا عملنا لها تركيبة اللي فوق وعملنا لها تنظيف وتبيض اللي تحت عشان نجيب لها ناس درجة هدي الحاجات السريعة اللي بنعملها للعريس اللي هما بنستعجل طب ممكن بس انا دايما نقول لهم يعني في الخطوبة زبطوا يعني بدل شوي مكلفة ولا مش عاوي يعني طبقاش فيه مش هتبقى زي التركيبات بالحياء للعليا اي حاجة بتطلع جديدة على فكرة بتطلع غالية بعد كده لما بتتداول وتبتع كل الدكاترة تستخدمها على فكرة الاسعار بتبدأ شركات بقى بتتنافس اه الشركات بتتنافس براهو عليك يدونا افارات ايه فمتبقاش كلها غالية وعلى حسب المادة وعلى حسب يعني المعمل اللي انت بتوديله فيه رنج اسعار كبير او سواء في التركيبات او سواء لان التركيبات حتى نفسها تمام ما بقتش حاجة واحدة زي زمان بقت كذا حاجة وانت بتخياري العيان يعني بتوديله كل الحاجات اللي عندك واسعارها وهو بيختار تمام طيب فيه برضو سؤال جيه عن انواع المعجيل فرشة السنان احنا دايما بنفضلها صفت اه مش الصفت عشان الصفت دي عشان تحافظ على اللسم اي السنان اه الناس كتير قابل تستعمل فرشة الهارد الفرشة الهارد دي ببعض السنان الهارد اللي هي الناشفة الناشفة بتاهم تآكل الأسنان احنا منحب الميديم اللي هي وسط لكن طبعا انت عندك مسلا لسة تعبانة قوي حتى هتستعملها يعني على حسب برضو كل حالة يعني انا فيها عيان بيجي لي لسة بيجيب دم كتير وتعمل احنا بقول لها استعمل الصفت فترة وبعدين نبدأ في الميديم الهارد العنين بيحبوها عشان بحيس انها بتنظف بس هي بتنظف بس ممكن تعمله برضو على المدى البعيد تآكل شوية ومشاكل في طبقة الميناء احنا مش عايزين نفتري برضو المعجين في معجين كتير قوي دلوقتي مبيضة برضو المعجين المبيضة مهما كانت هي معجين كويسة وفعالة وكل حاجة بس ما استعملاش كتير يعني انا ممكن استخدم معجين المبيضة مرتين تلاتة في الاسبوع يا ما تتأثر عن مينا برضو علشان ما تأثرش عن المدى البعيد لان فيه ناس بيفتروا يعني بيصدقوا بقى اه ما بيصدقوا بقى ويعني فوشت بلطوا احنا مش عايزين كده فاحنا برضو بنقوله استخدم المعجون مش لازم المعجون مدى الحياة هو نفسه انت عندك حسين يومين دول في السنة يستخدم معجون لأسنان الحساسة معجون لأسنان الحساسة دي ان الأسنان الحساسة عبارة عن ايه ده بياخدني بقى للسؤال ده ايه خسية الأسنان دي عارفة البشرة لما تبقى ما سمها واسعة في عينين كده او ناس تشوفيهم بتحس ان ما سمات البشرة بتاعتهم واسعة برضو السنة بتبقى المسامات بتاعتها واسعة فأي مؤثر حراري بيخش عطول على عصب فتلاقيه السائع والسخن بيدي كهرباء يأثر عنده فالمعجون بتاعة الأسنان الحساسة بكل بساطة بتقفل المسام دي فبتخلي النتيجة بتاعت المؤشرات الحرارية تتأخر كتير وساعات بتشيلها خلص بس هي فيها تركة صغيرة ان انت سيبيها على أسنان شوية يعني حط المعجون على سنتي 3 دقاي على المنطقة الحساسة معجون بتاع الحساسية اه واسيبه 3 دقاي مثلا يشتغل ويبدأ يخش في المسام وبعدين أخسل سنين لأن هم معمولين على ان احنا بنااخد مش قل من 3 دقايق في غسيل السنين طبعا كلنا باخد 3 سوائن فلازم يسيبه شوية يشتغل فعشان كاي بقولك كل حالة بتبقى برضو الدكتور بتاعك هو اللي هيقولك استخدم اليومين دول أسنان حساسة استخدم مبيض استخدم معجون عادي ناشي دكتور مرسي جدا لحضراتكم مرسي عن معلماتك قيمة جدا ودائما دلوقتي بيجري بسرعة ما مندلحقش خلص مرسي لحياة بنشكل حياة جدا مرسي ليكم وان شاء الله نشوفه في حلقة تانية بإذن الله كنت معكم إيناس كان شكرا اشتركوا في القناة